80% من النزحين السوريين الموجودين في لبنان يرغبون في العودة إلى سوريا في حين لم تتجاوز نسبة الذين عادوا إلى ديارهم واحداً في المئة الإعلان المفاجئ هذا جاء على لسان رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر كريسوف مارتن فما الذي يعركل إذن عودة النزحين إلى بلادهم وما السبيل إلى تسهيل هذه العودة في ظل حديث عن عودة الهدوء إلى مناطق عدة في سوريا وعن شروط العودة ومدى تحقيقها حاضراً يقول أن يجب عليك التعاون من المقاربات قد تحدد في المقاربات أولاً سيئرانيًا، أنه يجب عليك المقاربات ويجب عليك التعاون إلى مكان وجودة البرنامات في الموضوع المقاربات التي يجب عليها ومجراء تطوير مقبول الناس ومجراء تحقيقها في الموضوع وزير الدولة لشؤون نزحين معين المرعبية استغربوا نسبة الثمانين في المائة المعلنة عنها على الرغم من التفاؤل الذي أحدثه تصريح مارتين المعوقات هي حقيقة لبنانية لا توجب معوقات بمعنى معوقات جردية هناك حلول بعض المعوقات ولا يوم سكرنا حدودنا باتجاه عودة أي نازح سوري إلى سوريا هناك موضوع بتعلق بأن الأشخاص الذين لديوا ولادات حديثة والذين عمروا أكثر من سنة والذين لم يسجلوا قصة هذه الولادات وهذا الأمر يؤدي لبعض الإشكاليات على الحدود أن خروجهم من لبنان لا يوجد وسائق ولا يحدد من أن هالأشخاص هذين حتى يقدروا يخرجوا من لبنان خروج حزب الله من الأقصير ومن الألمون ومن الزبداني وهالمناطق المحيطة تؤدي لعودة حوالي خمسمائة ألف نازح سوري فورا إلى هالمناطق هذه معلوماتي أنا أنه أكثر من مئة وسبعين أو مئة وثمانين ألف رجعوا إلى سوريا بينما الستين ألف هني ذهبوا إلى بلاد أخرى أنا بالنسبة لهذا الموضوع على كل حال نحن سبق وطلبنا النظام السوري إذا كان حريص على معطنينه أنه يدعيهم أنه نيرجعوا يعمل إعلام بأنه نيرجعوا هذا الحديث يأتي في ظل أجواء ومعلومات شبه مؤكدة حصلت عليها الجديد تفيد بوجود خطة جادة بشأن حل جذري لأزمة نازحين سيبصر النور خلال الأشهر ثلاثة المقبلة تمهيدا للعودة المنتظرة فهل تزهر عودة نازحين هذا الربيع؟